السلام عليكم جميعا ومرحبا بكم معايا في قناة شاف ملك عواشركم بروكة وخبز العيد او خبز المناسبات فهذا الخبز سنعطيكم المقادير المضبوطة للحصول على هذا النوع الخبز فكي يجي اهشيش ومفشفش ومحمر هكا وعطي العين والصورة ستوضح نفسها فما يمكنش ما يمكنش ما يستقش لكم من اول تجربة ان شاء الله ستكونوا موفقين فنمروا على بركة الله ونشوفوا المقادير فبنسبة للدقيق انا هنا عندي سبعمائة قرام دقيق وثلثمائة قرام انتاع سميدة سميدة هي اللي كان خرموا بها الحرشة معلقة كبيرة زبداليينة الخمرة الخبز والملحة والعسل والزيت والحليب وغادي تشوفوا معايا جميع التفاصيل وانا كان عجن والماء الدافئ اكيد فهنا يا كنقول لكم يعني ممكن جدا انكم تخدموه بيديكم لكن انا ما بغيتش ندريدي فيه يعني غادي نخدموه بالعجانة لكن نفس النتيجة سواء درتوه بيديكم عجنتوه او عجنتوه بالعجانة المهم تدلقوه واحد شوية ماهو عجنتوه بالعجانة التفاصيل بالعجانة ومعادة بالعجانة انتوى كبيرة انتوى الخمرة الخبز حبوب فاغادي نضيف كذلك الملح وحسب الدوقة اكيد وواحد المعادة كبيرة انتوى العسل فانا كنفضل اندير العسل هيكا كانت تعطيني واحد لهشاشة هيكا الخبز ديالي وكذلك يجي محمر من دكشية الرفيع الزيت معلقة كبيرة زيت نباتية حليب زجمع الققبار المهم يكون حليب عادي بدرجة حرارة المطبخ هادا ما كان انا المهم در اتقاع المقادير كلهم هكا في ديكال البول حاولت انني انخلطهم غي هكا بواحد بواحد المعلقة ونبعدها نعبر ليكم الماء فبالنسبة للما اولا غدافي ثاني حاجة نستعمل ثلاثا دل كيسان ونضع الكأس الرابع سوف نضعه قدامي ونرى القوام سوف نعجنه بالعجانة كما قلت لكم سوف نضعه باليد وممكن كذلك في بلاس تسميدة رقيقة تعوضه بدقيق القمسح الصلب فهكا انا ضربته شوية وحاولت انني نخلط من التحت الفوق باش ديك الدقيق اللي يكون مرصين اللي نالتحت المهم ما ينساجم هكا مع الخليط فغادي نزيد كذلك واحد ربع كأس نتاع الماء صافي وما غاديش نزيد من بعدها الماء يعني فهد المقدار نتاع الدقيق مع سميدة دخلية ثلاثة الكسان واربع نتاع الماء دافئ بالعبار نتاع العنباء فهكا المهم انا ضربته شوية وكاتشوفو العجينة نتاعو كديرا غادي نبينكم القوام نتاع حال مهم كاتكون خفيفة لكن في نفس الوقت رها ما كاتلتسق شزع ما هكا باليدين صافي انا غادي نخليها هكا ونغطيها ونخليها حتى يضاعف الحجم ديالها ونبعدها نرجعو فكاتشوفو هنا يا صافي اختامرات معايا العجينة وطلعت هكا فاول حاجة انا غادي نفزقي دي بالماء ونحاول انني نخرج ذاك الهواء اللي فيها ونبعدها غادي ندهن سطح العمل بواحد شوية متاع زيت نباتية ونخلي فيه ديك العجينة ونحاول انني هكا نشكل واحد واحد الحربال هكا طويل باش نقطع العجينة تاعي القريصات متقدة صافي فادي نشكلها كيف ما كاتشوفو نحاول انني نقطحها تقريبا انا اللعبار اللي درت المهم في اللول انا المهم تقطرت ما كان نخدم هاد الخبز يعني عارف العبار نتاعي ماشي لي في اليد لكن تما إلا بغيتوا تاخدوا العبار بالقرام باش تجي قد الحباقة تخطها ممكن تديروا من مية وعشرين حتى المية وثلاثين قرام في كل خبزة فا هكا انا غادي نبقى نقطع ونحطهم قبالتي هكا حتى نسالي تقطع نتاحهم كيف ما قلت لكم من الاحسن انا قمت وزنهم الى شفتوا راسكم ما قابضينش العبار سافي غي هكا فوق سطح العمال غادي نبقى غي هكا اللولب هم تمه كتشوفو ضغيات غيه كيتشكلو معايا بغيتوا ترفدوهم هكا كمارا ندير انا انا المهم الاكتر يكن ديرهم غي فوق غي هكا فوق سطح العمال ونحاول أنا اللولب هم غيت تمه كتشوفو خبز نتمنى انكم تجربوه نحن مقبلين على عيد الاطحى نتمنى انكم تجربوه حتى لا بغيتوا تخزنوه هكا في المجمد مجرد ما تجربوه مجرد ما تجربوه مجرد ما تجربوه دخلوه الفران غاديولي لكم طريق بحلي الله المهم هنا انا اخذت واحد صافحة درت لها دك ورق الزبدة غادي نحط وحدة قوالة وحدة هكا نحاول اناني نخلي بنتهم شوية الفراغ فهكا هاد صنيع عندي تقريبا فيه مت خمسة خبزات في الطل وزوج خبزات في العرض فهكا غادي تحاولو تخلي وهي ارتاح بمجرد ما انا ميلو اللي بتدق الخبزات خليهم يرتاحوا هكا واحد دقيقة ولا زوج دقائق ولا علامة تسالي وقاع الحبه التالي رجعوا الحبه الاولى وبدو هكا تضربو فيها تخلي وهي شوية غليب باش ما زال يزيد من اللي ينتفخ يجي غليض وهو على العموم احنا دمنا فيه ذيك الزبدة درنا فيه ذاك السيت غادي تجي البابا نتاعه مختلفة تماما عن البابا ولا البابا ذاك شي اللي كيكون في الداخل تاع الخبز مختلفة تماما عن الخبز العادي ما غادي يجي لكم لملكاز ولا قاسح ولا احتشي حاجة فانا ضربت فيهم هكا شوية خليتهم شوية غلاط وقبط واحد البيضة ازت فيها واحد المعلقة كبيرة تاع الحليب وهكا بقيت ندهن الخبزات ديالي حاولوا تدهنهم من الجوانب وكذلك من الوجه باش من لي يدخلوا الفران يعطيونا ذاك اللون المحمر لي عاطي العين فغادي نستمر على هالطريق واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تديروا لي لايك واشتراك في القناة بالنسبة للناس لي اول مرة تشوف قناتي فهنايا كتشوفوا لبنان تراني انا قبط تديك القطع انتع ببيتزا ما تديروش بالموس لانا الموس كي يجر لي كي يكون العجين في القطعات بقى شي حاجة زوينة هكا كنحاول انني نغرزها لداخل وكأنني بحالي نقطع ذاك الخبز باش ملي خمر يبانو دوك التفليحات ودوك التفليحات كي يعطونا نوح الجمالية فهكا انا حاولت نزين بجلجلان البيض وبجلجلان الاسود فادرت هكا المهم اني يدركوا نوعات شوية كيف ما كتشوفوا معايا يعني فكل خبزة خلط بين النوعين كيف ما كتشوفوا تقدروا تدردروا عليه على الوجه كامل جلجلان البيض ولا جلجلان الاسود عفوا صافي جلجلان سخيين فيه من اللي تحطوه على الوجه حتى انسالي الكمية اللي عندي فغادي نخليه يخمر تقريبا 1-15 دقيقة ولا 13 دقيقة حتى يرجع بهذا الشكل وفي ذاك الوقيته غادي نسخن الفران كتشوفوا يعني من العجينة نسخن الفران ندخلوه يطيب تقريبا 1-10 دقائق فوق من بعدها نقابلوه لانه مدهون من البيض حاولوا انكم تنقصوه النار من تهبطوه كتشوفوا خبز من ارواح ما يكون صدقوني غي جربوه فمعمر قد يخطاكم انا متأكده فيلق هكا المناسبات العرضات الضيوف وكذلك نفرح وليدتنا مره 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 هذا هو كان الخبز كتشوفوا غليب لكن نهائيا ممع الجنش كيجي هشيش والديد فهذا نتيجه هيا قبلت عينيكم فانتمنى انكم تبرتجوا الفيديو معي الى عجبكم ومع الاحباب والاهل باش هكا تعم الفائدة كذلك متنساوليش ديك لايك لاناني كانتشوف نسبة المشاهدة كتكون دايرة على لايكات وكتشوفوا فيه هكا يعني كيكون هشيش مره مره فهذه هي انتمنى لكم كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة وبركاته اشتركوا في القناة